بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة التكاملات التي تحوي على صورة كسرية في ساين أو كوساين فإذا أخذنا مثل هذا التمرين واحد على واحد زائد ساين إيكس زائد كوساين إيكس بي دي إكس واضح أن هذه دالة كسرية في ساين وكوساين في مثل هذه نفترض الفرضيات التالية نفترض اليو تساوي تنجنت إيكس على 2 عند إذن الساين يمكن أن أستنتج أنها تساوي 2 يو على واحد زائد وي تربيع والكوساين هي عبارة عن واحد ناقص وي تربيع على واحد زائد وي تربيع والدي إكس هي 2 على واحد زائد وي تربيع بديو إذن هذه هي الفرضيات التي يجب أن أفترضها في مثل هذه النوع من التكاملات إذن في التكاملات الكسرية التي تحوي على ساين وكوساين يفترض أن نحفظ هذه الدستير الأربع الأمامي ونعوض الآن نأتي إلى التمرين ونعوض بذل الساين 2U 2Y على 1 زائد Y تربيع والكوسن 1 نائس Y تربيع على 1 زائد Y تربيع والDX هي 2 على 1 زائد Y تربيع بDY إذن إذا عوضنا هذه الأشياء لحصلنا على هذا المقدار طبعا هنا لو وحدنا المقامات هنا المقام المشترك في المقام أتحدث عن هذا المقام 1 زائد Y تربيع زائد 2Y زائد 1 نائس Y تربيع هذا مقسوما على 1 زائد Y تربيع هذا هو المقام وفي الأعلى 1 وهو مضروب ب2 على 1 زائد Y تربيع بDY الآن 1 زائد Y تربيع مع هذا بيختصر البسط يبقى 2 إذن هذا البسط هنا 2 المقام 1 زائد 1 هي 2 وY تربيع موجبة مع Y تربيع سالبة بتروح زائد 2Y الآن يمكن إخراج الـ 2 عام المشترك بيبقى معك 1 واختصارها من البسط بيبقى على 1 زائد Y وهذا اللي طالع معنا هنا إذن هذا كل هذا المقدار تحول إلى هذا D U على U زائد 1 واضح أنه البسط هو مش تدق المقام وبالتالي لغارتم Y زائد 1 الآن من هي الـ Y الـ Y هي تانجنت X على 2 إذن معتها لغارتم تانجنت X على 2 زائد 1 زائد سابقا وهو المطلوب لو انتقلنا إلى نوع آخر من هذه الدوال لو جينا إلى هنا واضح أن الدالة كسرية وتحوي على دالة الساين إذن الفرضيات الـ Y تساوي تانجنت X على 2 والساين هي 2Y على 1 زائد Y تربيع الكوساين هي 1 ناس Y تربيع على 1 زائد Y تربيع ولكن هم ما عندي كوساين والـ DX هي 2 على 1 زائد Y تربيع بـ إذن هذه الفرضيات الآن نعود بدل الساين هي 2Y على 1 زائد Y تربيع وبدل الـ DX فنحصل على هذا المقدار لو أخذنا هذا المقدار على طرفه وورجيناكم نوحد المقامات طبعا البسط هو 1 طبعا هنا 2 على 1 زائد Y تربيع ما أنا فيها هذه نوحد المقامات هنا تصير 2 زائد 2Y تربيع زائد 2Y مقسومة على 1 زائد Y تربيع أي 1 زائد Y تربيع مع 1 زائد Y تربيع بطلع معي هذا المقدار الآن يمكن إخراج الاثنين عامل مشترك واختصاره مع الاثنين في الأعلى نحصل بالأخير على أنه هذا واحد على واحد زائد واحد زائد واي تربيع زائد واي إذا هذا هو المقام لو رتبناه فنحصل على واحد على واي تربيع زائد واي زائد واحد بدي واي بهذا الشكل لكن لو طلعنا إلى المقام لو وجدنا أنه دال المستكملة هي دالة كسرية ولكن المقام من الدرجة الثانية غير قابل للتحليل في مثل هذه الحالة أنه نستخدم طريقة الإتمام إلى مربع كامل فنأخذ واي تربيع زائد واي زائد واحد الآن أمثال الواي هي واحد من قسمة على اثنين من ربع إذا ما نضيفه نطرح هذا العدد إذا ما نحصلناها نحصل على واي تربيع زائد واي زائد ربع زائد واحد على اثنين للتربيع ناقص واحد على اثنين للتربيع زائد واحد الآن أول ثلاثة هو متطابقة شهيرة مناخد جزر الأول هو واي جزر الأخير هو نصف وإشارة الوسط هي زائد هذا للتربيع المربع النصف هي سالب ربع زائد واحد الواحد هو أربعة على أربعة إذن سالب ثلاثة على إذن هذا ما هو إلا واي زائد نصف للتربيع زائد ثلاثة على أربعة إذن بهذا الشكل وهذا اللي طالع معنا هنا الآن للسهولة إذا أخذنا الواي زائد نصف هذه إذا أخذنا الواي زائد نصف سميناها مثلا يو عند إذن هذا يؤدي الواي هو عبارة عن دي يو فنحصل على أن هذا التكامل يصبح بالشكل التالي دي يو على يو تربيع زائد ثلاثة على أربعة إذن هذا من الشكل يو تربيع على أي تربيع والأي هو عبارة عن جزر ثلاثة على اثنين إذن هذا يكتب بالشكل دي يو على يو تربيع زائد جزر ثلاثة على اثنين للتربيع إذن هذا هو A إذن معناتها 1 على A إذن هذا التكامل هو 1 على A A هنا جزر 3 على 2 إذن جزر 3 على 2 بتنجنط نائس 1U على A على جزر 3 على 2 لكن U الآن من هي؟ U هي Y زائد نصف إذن معناتها منحط Y زائد نصف بدل هذا U زائد سابت التكامل إذن فحصلنا هنا 1 على تقزيم إذن نضرب بمقلوب هذا هو 2 على 3 تنجنط نائس 1Y زائد نصف لجزر 3 على 2 زائد سابت الآن 2 على جزر 3 تنجنط نائس 1 هي عبارة عن تنجنط X على 2 فنضع بدل Y تنجنط X على 2 زائد 1 على 6 زائد سابت التكامل إذن بهذا الشكل نحل هذا التمرين يمكن أن نأخذ تمرين آخر طبعا هنا في هذا التمرين بالطبع يمكننا استخدام التعويضات الخاصة بالدلة الكوساين والساين وتحويل المسألة إلى صورة مقدار نسبي في U وأجراء التكامل ولكن هناك تحويل يخص هذا التمرين تحويل أبسط بكثير وهو بأن أفرض أن Y هي ساين X عندها إذن الدي Y هي كوساين X بدي X فلو جيت إلى هذا نحصل على كوساين X بدي X اللي هو عبارة عن البسط ما هو إلا دي Y إذن ما هو إلا دي Y هذا هو البسط والمقام هو واحد زائد Y تربيع إذن فنحصل على دال الشهيرة دي Y على واحد زائد Y تربيع ما هو تكامل إلا تنجنط نائس واحد Y زائد سابت التكامل لكن من هي الواي الواي هي ساين إذن معنا تنجنط نائس واحد لساين زائد سابت التكامل أيضا ممكن أن نأخذ مثال آخر تكامل ساين بجزر X زائد 4 بدي X الآن هذا الزاوية هنا هذه دالة تحويل في داخلها على دالة أخرى يمكن أن تكاملها بتغيير الأسماء فإذا غيرت الأسماء وسميت X زائد 4 هو Y تربيع عند إذا من هنا باشتقى اخترافين 2Y بدي Y هي DX والجين عوضنا فنحصل على جزر الواي تربيع 2Y بدي Y أي يصبح 2Y بساين واي بدي Y وهذه تكامل بالتجزئة لأنها كثيرة حدود ضرب دالة شهيرة ضرب دي Y إذن بالتكامل في التجزئة نحصل على قيمة هذا التكامل ثم نعيد الواي إلى ما تساويه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته